بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة المثير للجدل ما أججل توترات مجدداً قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي حول المسألة مصادر مصرية كشفت أن إثيوبيا تخطط الاثنين مستوى الملء الأول لسد النهضة إذ أضيفت إلى بحيرة السد كمية تفوق 500 مليون متر مكعب من المياه في أربعة أيام فقط ما يعني ارتفاع منسوب البحيرة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب وهو ما يعادل منسوبها في آبل ماضي في نهاية فترة الملء الأول واستبعدت المصادر أن تقدم إثيوبيا حالياً تحت ضغط الشكاوى المقدمة ضدها في مجلس الأمن على غلق فتحتين المياه من السد لزيادة معدلات التخزين مع زيادة معدلات سقوط الأمطار لتعويض ما فات من موسم الفيضان والتباطئ الذي كان يسود الأعمال في نيسان وأيار الماضيين ويأتي هذا التطور الذي اعتبرته مصر تصعيداً خطيراً يكشف نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتين مصب بعد توجيه إثيوبيا رسالتين متناقضتين لمصر والسودان فبعد إعلان القائد العسكري في إقليم بني شنجول الذي أقيم فيه السد أسرات تينيرو أن بلاده رفعت مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة بهدف تأمين المرحلة الثانية من ملئه قال رئيس زراء إثيوبيا أبي أحمد إن بلاده ليست لديها نية لإذاء الآخرين في المقابل أكدت سودان على لسان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أنه لن يدخل في أي جولات تفاوض جديدة حول سد النهضة ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض متهما إثيوبيا بتغيير موقفها حيث بدأت تتحدث عن حصصي مياه وهذا ما يرفضه سودان باعتبار أن المفاوضات خاصة بالملء والتشغيل وعلى الجانب التفاوضي كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تطور في الاتصالات غير المباشرة بين القاهرة والخطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى عبر وسطاء دوليين وعرب تطرقت إلى مسألة الجدول الزمني للمفاوضات في حال استئنافها مباشرة بعد جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل شكرا